السلام عليكم روابط بتاعتها ان شاء الله في صندوق الوصف كمان هسيب لكم روابط لصفحة الفيس ويوتيوب ودواتر وانستجرام وتلاجرام ولينكتين للتواصل والاستفسار عن اي شيء ما تنسوش ان شاء الله بعد ما تشوفوا الفيديو تفتحوا صندوق الوصف هتلاقوا رابط الاختبار الكتروني على الدرس بتاعنا عشان نشوف فهمنا مع بعض الدرس وتعلمنا زمن الجديد بتاعنا ولا لا يلا نبدأ مع بعض زمن الماضي البسيط هنشوف مع بعض احنا بنستخدمه ليه الاول وامثلة على الاستخدامات بتاعته بنستخدم الماضي البسيط دوت ليه هنشوف مع بعض كده اول حاجة اول يصج استخدام لل Past Simple Tense To express completed actions in the past To express عشان عبر عن completed actions يعني حاجة حدث اكتمل في الماضي حاجة حصلت وخلصت وانتهت في الماضي بدأت وانتهت في الماضي زي مثلا لما نشوف كده ماقول هو كان بيصلح بيخسل عربيته مبارح هنقول كده He washed the car yesterday He washed شايفين كلمة washed الفرب هنا شايفين في اخره ايه ايوة هو ده بتاعنا هو ده الماضي البسيط استخدمنا هنا في اخره او في التصريف التاني عشان نعبر عن الحدث ده لانه حدث حصل وانتهى في الماضي بدأ اول استخدام للماضي البسيط نستخدمه ليه كمان to describe a series of completed actions in the past a series series يعني السلسلة كمان لما احكي على سلسلة احداث اكتملت وخلصت في الماضي مش كفاية بس وغسل عربيته ده حدث واحد لا كمان ما اقول رحت مبارح عملت ايه وايه 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 زي ما اقول كده I finished work خلصت شغلي walked to the beach رحت اتمشيت لغاية الشط and found a nice place to swim ودورت ولقيت مكان كويس عشان اسبح هنا مش عندنا فعل واحد بس لا ده كزا فعل finished walked found تالت افعال اهو يبقى انا مش بس لما اتكلم عن حدث واحد اكتمل في الماضي لا كمان a series of completed actions يعني سلسلة من الاحداث اتكلم عنها برضو استخدم الزمن بتاعنا اللي هو past simple tense ايه كمان بنستخدمه استخدمه كمان to express habits in the past عشان اعبر عن habits مين فاكر habits يعني ايه ايوة habits يعني عادات اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع present sample المضارع البسيط لما اجي اتكلم برضو عن عادات كنت متعود اعملها في الماضي ودلوقتي خلاص بطلتها بستخدم ايه past simple tense زي ايه مثلا هنا ما اقول وانا صغير مثلا كنت بتفرج على التلفزيون كتير اقول ده ازاي اقول كده when i was young when i was young عندما كنت صغير i watched lots of television every day after school وانا صغير كنت بتفرج على التلفزيون كتير جدا كل يوم بعد المدرسة يبقى دي عادة habit habit كنت بعملها in the past يعني في الماضي استخدم ايه الزمن اللي ينفع هنا هو برضو past sample tense عشان كده جبنا الverb هنا watched في نهايته ايه دي زي ما احنا شايفين بستخدم كمان past sample tense عشان اعبر عن ايه for state of verbs have, on, be, think, believe, now ايه هي الافعال دي state of verbs الافعال اللي بتخبرنا عن حاجة ما اقولك انا كنت امتلك كان عندي عربية لا كان عندي بيت انا كنت اعتقد او صدق او اعتقد believe برضو كنت عارف كنت فاك dislike يعني يكره نية كل دي بنسميها state of verbs بتحكي حالة او بحكي لك خبر حاجة كانت عندي حاجة شعور كنت بشعوره زي مثلا لما نقول كان عنده بيت صغير في القرية he had a small house in the village he had had هنا دو التصريف التاني من الverb ايه من الverb have يعني الماضي من الverb have يبقى انا بستخدم برضو الماضي البسيط عشان اعبر عن الحاجات اللي كانت عندي اخبرك عن الاشياء اللي عايز احكي لك كانت امتلكها كنت احبها كنت اكرهها كل ده في الماضي البسيط يبقى انا كده اتكلمنا عن استخدامات الماضي البسيط طب شكله ايه بقى الزمن بتاعنا اصلا الفورم بتاعته بيكونه ازاي عشان اجيب الفعل في الزمن بتاعنا past sample tense نشوف مع بعض امثلة كده ونفهم مع بعض look at this picture شايفين الصورة دي اما اقول مثلا انا زورت عمي مبارح هقولها ازاي الجملة دي هقول كده i visited my uncle yesterday كلمة yesterday يعني بالامس الامس ده يعني مبارح يعني حاجة عدت خلاص اليوم عده وانتهي بقى ده ماضي على طول ماضي بسيط شايفين الفرب ملاحظين هنا في نهايته ايه ed ده الفرب اللي هو visit معناها يزور والpast منها من دفلها ed يبقى كونا الجملة كده قلنا طيب لو عايز اقول هو هو يعني ايه he قلنا برضو استخدمنا نفس صيغة الفعل تمام طيب مع شي برضو هتبقى نفس الصيغة كمان لما يجي مع الضمير غير العاقل المفرد اميقول الكات دي القطة دي اوصفها ولا انا ماشي على الصور كانت ماشي على الصور اقول it walked on the wall yesterday وقت برضو جبنا الفرب وحطينا في اخره ايه هنا ed ملاحظين ايه هنا بقى كونا الزمن بتاعنا ازاي كونا الفعل بتاعنا في الماضي البسيط ازاي اضفنا له ايه هنا كل الافعال اللي احنا شايفينها دي اخرها ed طيب نشوف مع بعض كده بالتفصيل مش كل الافعال بحولها للماضي باضافة ed وما الافعال هي بس اللي بحولها باضافة ed بنسميها regular verbs الافعال المنتظمة الافعال المنتظمة اللي هي ماشية مع القاعدة الاساسية اني بضيف للفرب ed او d بنجيب الفعل في المصدر وبنضف له ed او d طب امتى ed وامتى d يلا نشوف امثلة مع بعض اما اجيب الفعل كده walk walk عشان اجيبها في الماضي البسيط هنضف لها في اخيرها ed دوت regular verb فعل منتظم ضفنا له ed بقى اسمها walked وناخد بالنا من النطق عشان ed لها 3 اشكال من النطق هنا بننطقها وقت كمان الفرب visit visit دفنا لها برضو في نهايتها ed بقى اسمها visited visited هنا انطقنا ed بشكل ed قلنا ed visited يبقى هنا برضو ضفنا للverb ed كمان مثال عندنا الverb wash wash يعني يغسل هنجيبها في ال past sample نقول washed washed نطقنا ed كأنها ته washed برضو هنا في الافعال دي عملنا ايه ضفنا للverb ed طيب تمام امتى بقى نضيف d لو اصلا الverb في نهايته e زي الverb ده اللي اسمه agree agree يعني يقبل او يوافق agree في نهايتها اصلا ايه فضفنا لها d بس يبقى في الحالة دي لو الverb اخر ايه نضيف للverb ايه d بس كمان مثال زي كلمة like like يحب برضو اخيرها ايه فضف لها d كمان مثال escape escape يعني يهرب برضو اخيرها ايه فضفنا لها ايه بس ضفنا لها d يبقى regular verbs الافعال المنتظمة بنكونها ازاي بنحول الماضي بنجيبها في الماضي ازاي بنجيب ال infinitive الفعل في المصدر الفعل الاصلي الفعل اللي بدون ايه اضافات نضيف له احنا بقى ed واحيانا نضيف له ايه d امتى بنضيف d لو كان اصلا في نهايته e طيب ايه كمان مش بس كده قالنا فيه قواعد اللي بناخد بالنا منها قبل ما نضيف ed او d زي ايه زي شايفين قدامنا الفرب stop لما حولنا للpass sample ضفنا له ed بس عملنا تغيير كمان مين لاحز التغيير ده ايوة تمام جبنا كمان حرف زيادة حرف p ضعفنا الحرف p طب ليه بقى امتى اعمل الحكاية دي لو كان الفرب اصلا في نهايته هنا ده consonant يعني صوت ساكن وقبليه vowel يعني صوت متحرك تاني اهو امتى بنضعف الحرف الاخير قبل ما نضيف للverb ed بنضعفه يعني يكتبه كمان مرة امتى بقى لو كان الصوت الاخير ده consonant قبله vowel واحد consonant واحد وقبله vowel واحد وهتلاحظوا في الافعال دي اننا بننطقها كده بسرعة عشو يقول زي كلمة stop stop مقطع واحد كده ففي الحالة دي نضعف الحرف الاخير مثال كمان زي الverb plan plan هنا برضو ده vowel واحد وكمان consonant واحد في نهاية الverb فضعفنا الحرف الاخير قبل ما نضيف ال ed نقول كده معايا plan planned plan يعني يخطط plan planned كمان ايه ملحوظة تانية على الverb اللي في نهايته y ال y دوت بقى لو حالتين اما يبقى قابله consonant يعني صوت ساكن زي ال verb try وفي الحالة دي طالما قابليه صوت ساكن اعمل ايه هنحول ال y ل i وبعدين نضيف بعدها ed يبقى ال y استبدلناها ب i امتا لو كان قابلها consonant اللي هو زي ال letter r هنا كده consonant يعني صوت ساكن مش متحرك مش vowel كمان مثال زي كلمة carry carry يعني يحمل طيب هنا y برضو قابلها ر ر consonant صوت ساكن صوت ساكن ليه صوت مش vowel مش شبه حروف المد كده في العربي لا ده صوت ساكن له صوت carry ال y قابلها صوت ساكن فبرضو حولناها i وضفنا ed بقى carry carried طيب امتا بقى ما نحولهاش زي ال verbe play هنا بقى ال y قابلها ايه قابلها اي اي ده consonant ولا vowel ساكن ولا متحرك لا ده متحرك فاكرين الأصوات المتحركة اي 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 دي كلها بنسميها vowels أصوات متحركة في الحالة دي ال y ما بنحولهاش نسيبها زي ما هي ونضيف لل verbe ed عادي جدا play played طبعا play يعني ايه يعني يلعب مثال كمان زي كلمة enjoy enjoy يعني يستمتع بي enjoy ال y هنا برضو قابلها vowel يعني صوت متحرك نعمل ايه نسيبها زي ما هي ونضيف لها في الآخر ed يبقى دي بعض الملحوظات اللي ناخد بالنا منها لما نيجي نضيف لل verbe ed او d بس هي دي الأفعال في ال past كل الأفعال بنحولها بإضافة ed او d لا طبعا عندنا كمان أفعال تانية اسمها irregular verbs يعني الأفعال الشزة أو الأفعال الغير منتظمة سميناها كده لأنها مش ماشية مع القعدة الأساسية إن أنا بضيف ed ولا d أمال بنعمل إيه لازم بنحفظ second conjugation of the verb اللي هو التصريف التاني للفعل الأفعال الشزة بعرفها إزاي عن طريق إن أنا أحفظها أذكرها لازم أتعلمها يبقى ال past sample بيتكون من إيه هنا بقى في الحالة دي التصريف التاني للفعل التصريف التاني للفعل second conjugation of the verb وده خلي بالنا إحنا سميناه past simple ما دي بسيط بسيط لين؟ إنه بيتكون من كلمة واحدة كلمة واحدة بس زي ما شفنا في في ال regular verbs هي كلمة واحدة verb ودخناله ed كمان في ال irregular هيبقى نفس الكلام كلمة واحدة ناخد أمثلة كده للأفعال ال irregular زي ما اتفقنا لازم ما فيش طريقة تانية أعرف بيها ال irregular verb إلا إني أحفظها زي مثلا verb to be ال past منه إيه was aware وهناخده بالتفصيل دلوقتي إن شاء الله هو كمان verb to be معناها يكون break يعني يكسر ال past منها broke لازم نحفظه كده broke build يعني يبني ال past منها built برضو نحفظها زي ما هي يبقى ال irregular verbs لازم نحفظها واتفقنا سميناها past simple ليه؟ simple ليه؟ لأنه مكون من كلمة واحدة catch برضو catch معناها يمسك أو يصطاد الماضي منها إيه؟ caught come يأتي البست منها came cut cut ده برضو irregular verb شكله زي ما انتوا شايفين هو هو في present وفي past في المطورة وفي الماضي في المصدر وفي الماضي برضو ده يعتبر irregular كمان عندنا كلمة يرسم كمان عندنا كلمة يرسم يرسم draw الماضي منها drew كمان began يعني يبدأ البست منها began بدأ bring brought bring يعني يحضر buy boat buy يعني يشتري البست منها boat choose يختار الماضي منها chose coast coast نفس الحكاية coast يعني يتكلف ده برضو هو هو نفس الشكل في البست وفي البرزنت فده يعتبر irregular verb do did do يعني يفعل البست منها did وكمان ده بتيجي كفاعل المساعد drink يشرب البست منها drank drank مثيلة كمان كلمة يسوء السيارة يقود سيارة drive البست منها drove fall يعني يسقط البست منها fell fight يعني يتشاجر يتخنقوا مع بعض يعني البست منها fought fly يطير flew freeze يتجمد froze give يعطي gave have يمتلك had eat يأكل eight feel يشعر felt find find يجد found forget يعني ينسى forgot get يعني يحضر got جت لها معاني كتير طبعا البست منها got go يذهب went hear يسمع heard الله طب الverb heard ده تأخره ايه تأخره دي الله طب احنا ما حطناهوش ليه بقى مع regular verse مع الفعال المنتظمة مش احنا بنحولها بإضافة ed او d لأ واخدين بالنا هنا here مفروض لو هي فعل منتظم كنا ضفنا لها ed مش d لان اخرها الر ما فيش اخرها e مفروض كنا ضفنا ed بس عشان هي اخيرة هنا d بس ما تعتبر ايه irregular verb يعني فعل غير منتظم يبقى ناخد بقى لما نجي نحفظ الverb here دوت irregular verb واخره d مش e d نتكلم بقى عن verb to be in past sample tense verb to be اللي هو فعل يكون نشوف نعمل شوية قلنا نتكلم عنه بالتفصيل اللي هو شكلين اللي هو was aware was في الافرماتيب في الاسبات ما يكون الجملة مثبتة بقول انا كنت انا كنت اسمها i was happy انا كنت سعيد مع هي برضه اقول he was hungry مع she she was a nurse it was big كان كبيرا يبقى لاحظنا ايه هنا ان verb to be شكله ايه مع i he she it شكله كان was was الماضي من من verb to be ايه was aware امتا was was مع i he she it وطبعا اي singular noun يعني اي اسم مفرد نروح على باقي الضمائر مع we we you with they واي اسم جمع هنستخدم الشكل التاني من verb to be اللي هو where يبقى لو عندي plural جمع اسم جمع او ضمير من الضمائر دي نستخدم له where اقول you were early you were at school they were quiet استخدمنا ايه من verb to be شكله ازاي مع we و you with they شكله where لكن مع i he she it شكله was طيب في الناجاتف اما احب انفي verb to be انفي was دي بقى اسمها wasn't wasn't اللي هي في الاصل was not باختصرها باختصرها ال not نحولها لان apostrophe t باسمها wasn't i wasn't he wasn't she wasn't it wasn't يبقى هنا نفي وضعه wasn't طيب نفي where نفي where هي كمان were not اللي هي بناختصرها هيبقى اسمها weren't we weren't you weren't they weren't يبقى دا شكل verb to be في ال past simple سواء في ال affirmative في الاسبات او في الناجاتف في النفي شكله ايه was aware was مع i he she it were مع we we you they وطبعا الاسم الجامع نشوف مع بعض كمان لما اجي انفي بقى الفعل العادي مش verb to be بس اللي هنفي لأ بقية الافعال لما اجيبها في ال past sample في الناجاتف في النفي هنفيها ازاي ناخد مثال كده اما اقول مثلا انا متفرقتش على فيلم امبار هقول i didn't watch a movie yesterday لم اشاهد فيلم بالامس مرحزين نفينا الجملة هنا ازاي استخدمنا كلمة ايه الجملة دي في الماضي مش احنا متعودين الفعل في الماضي اخره ايه دي او دي او بجيبه في التصريف التاني وما الواطش محطوطة زي ما هي مفيش في نهايتها ولا ايه دي ولا دي ليه بقى ليه لعشان جبنا قبلها دي الكلمة اللي باستخدمها في الناجاتف في الباس سيمبل تانس لما اجي انفي جملة في الماضي بنفيها بالفعل المساعد بتاعي دا اللي اسمه didn't اسمه ايه didn't واخد بالي طالما didn't ووصلت الجملة لازم الفرب بعدها يبقى infinitive يعني فعل في المصدر يعني فعل بدون اي اضافات يبقى احنا هنا ما فيش ايه دي ولا دي ليه مع ان الجملة ماضي عشان قبل الفعل عندنا كلمة ايه i didn't watch a movie طيب مع هي هقول ايه برضو برضو هقول he didn't watch مع she she didn't watch مع it it didn't watch مع we didn't watch مع they didn't watch مع you didn't watch بلاحظين ايه كلها ثابتة يبقى انا لما اجيب الجملة في الناجاتف في الباس سيمبل بنفي بكلمة واحدة اللي هي didn't تبتيجي مع كل الضمائر ومع المفرد والجمع ولازم بعدها infinitive يعني فعل في المصدر يعني فعل بدون اي اضافات يبقى عندنا هنا القاعدة بتقول لنا ايه بقى لما اجيب الجملة في الناجاتف استخدم didn't طيب هل ده بس مع الافعال الريجلر الافعال المنتظمة لا كمان مع الافعال الريجلر ناخد كده ايه مثال لفعل شاز زي شايفين اصدقائنا هنا اما اقول انا ما كانستش الارضية مبيره الرب من الافعال الشازة تصريفها التاني يعني يكنس تصريفها التاني swept ده يعني فعل شاز اما اجيب انفي الجملة انفيها بdidn't ايوة انفيها يعني مش هيفرق معايا سواء الرب ده regular ولا شاز ولا منتظم ايوة مش هيفرق معايا يبقى في الناجاتف بستخدم ايه didn't وبعدها infinitive يعني فعل في المصدر هقول I didn't sweep the floor yesterday طيب مع هي هنقول ايه برضو برضو هنقول he didn't sweep the floor مع she نفس الكلام she didn't sweep مع it it didn't sweep مع we we didn't sweep مع they they didn't sweep مع you you didn't sweep يبقى في الناجاتف مع العفعال irregular برضو نفينا باستخدام كلمة didn't وبعدها جبنا الverb في المصدر يعني بدون اي اضافات معنى كده ان انا في الناجاتف لما اجي اقول no في الناجاتف انا في الجملة بستخدم سيغة شكلها ايه هبدأ جملتي بالفاعل subject عادي جدا بعدين احط didn't وبعدها infinitive يعني الفاعل في المصدر وبعدين اجيب المفعول بتاعي بقى وكمل جملتي عادي جدا يبقى بنفي ازاي في الماضي البسيط باستخدام didn't وبعدها infinitive didn't plus infinitive بنفي بايه didn't plus infinitive يعني didn't والفاعل في المصدر ناخد يعني الكلمات اللي بتدل على الزمن بتاعنا كل زمن له كلمات بتدل عليه الماضي يبقى حاجة حصلت في الماضي هنلاقي الكلمات اللي بتدل عليه كلها كلمات عن الماضي زي كلمة last معناها الماضي او السابق اما اقول last night يعني الليلة الماضية last sunday الحد الماضي يوم الحد الماضي last week الاسبوع الماضي last weekend عطلة نهاية الاسبوع الماضي last year العام الماضي last month الشهر الماضي يبقى كلمة last مع اي حاجة يبقى الزمن بتاعي على طول ايه past simple tense ماضي بسيط عندنا كمان كلمة اسمها ago ago يعني منذ اقول كده ten minutes ago معناها منذ عشر دقايق وكلمة ago بييجي قبلها المدة الزمنية يعني منذ عشر دقايق ما بقولش ago ten minutes لأ مش زي العربي لأ انا اعكس هقول ten minutes ago an hour ago منذ ساعة three days ago منذ ثلاثة ايام a week ago منذ اسبوع a month ago منذ شهر a year ago منذ عام يبقى كلمة ago هي كمان لما شوفها في الجملة اعرف ان الجملة بتاعتي زمنها ايه past simple tense ماضي بسيط يعني التصريف التاني للفعل كمان عندي كلمة yesterday yesterday يعني بالامس امبارح yesterday yesterday morning ام بقول امبارح الصبح يبقى yesterday morning برضو past simple yesterday afternoon امبارح بعض الظهر yesterday evening امبارح في المساء the day before yesterday يعني اول امبارح اليوم اللي قبل يستردي يبقى اول امبارح اول امس يبقى اخد بالي اشهر كلمات عندنا بتدل على past simple last واجو ويستردي last واجو ويستردي اشوفهم في الجملة اعرف ان الجملتي لازم تبقى past simple ماضي بسيط دول بس لأ عندنا كمان حاجات تانية زي لما اقول in 1990 سنة 1990 ايش معنى سنة 1990 لأ مش نقصد السنة دي بالذات المهم انها سنة فاتت عدت قبل كده مرت علينا من زمان سنة خلصت يبقى ده ماضي بسيط يبقى لما لاقي في الجملة in ومعاها سنة ماضية سنة عدت برضو الجملة دي بقى زمانها ايه past simple tense كمان عندنا لما اقول the day before yesterday اللي هو اول امس اما اقول in march in march يعني في شهر مارس march دوت معناها ان شهر مارس عده لو كان عندنا in وبعدها شهر فات اجيب برضو يبقى ده زمان ايه past simple tense لما اقول on sunday اما اقولك يوم الحد اللي فات on sunday برضو لما لاقيها كده ويوم الحد ده عده انا بكلمك النهارده مثلا الثلاث ولك on sunday يبقى دوت حاجة عدت يبقى ماضي بسيط كمان لما اقول when i was born عندما ولدت عندما ولدت يبقى دي حاجة خلصت من زمان يبقى برضو past simple tense ماضي بسيط في الانتراجاتف بقى في الاستفهام لما اجي اكون سؤال في past simple tense اعمل ايه السؤال عندنا هنبدأ الاول بالسؤال اللي هو yes not question اللي هو سؤال بمعنى هل السؤال اللي المعنى هل بيبدأ بالفعل المساعد الفعل المساعد عندي في past simple tense اسمه did اسمه ايه did يبقى لما اجي اكون سؤال في الماضي البسيط هبدأ السؤال بتاعي بفعل مساعد did بعد كده بجيب subject الفاعل بتاعي اللي هو حسب اللي موجود في الجملة سواء i he she it we they you اي ضمير من الضمائر دي او اي اسم او did احمد did حسن وهكذا بعد كده بنجيب infinitive يعني الفعل في المصدر ده شكل السؤال في past simple tense ان هو ابدأ did بعدها الفاعل وبعدين الفاعل في المصدر ناخد كده مثال اما نبص كده ال picture دي بنقول did he leave the house did he leave the house هل هو غادر المنزل كوننا السؤال دوت ازاي بدأنا بالفعل المساعد did زي ما اتفقنا بعدها جبنا الفاعل بتاعي اللي هو هي لان دوت مذكر فاستخدمنا هي بعدين جبنا الفاعل في المصدر اللي هي كلمة leave وبعدين كمينا السؤال بتاعنا عادي did he leave the house هل هو غادر المنزل نفس شكل السؤال مع كل الضمائر ايوة لو كنت بسألك انت يبقى did you leave the house مع انا did i leave the house مع she did she leave the house مع he did he leave the house مع it did it leave the house مع they did they leave the house مع we did we leave the house يبقى ناخد بالنا شكل السؤال ايه لما يبدأ بدت هبدأ بدت بعدها الفاعل بعدها الفعل في المصدر وتكملة السؤال بعد كده طيب لما احب بقى اسأل السؤال واجاوب عليه اقول did he leave the house هل هو غادر المنزل اتفقنا قبل كده ان السؤال اللي معناه هل بجاوب عليه بyes or no السؤال وياس ناك واشن حتى انا بنسميه كده ياس ناك واشن لان اجابته بتبقى ياس او نو هو معناه هل يبقى اجابته كده ياس او نو طيب هل هو غادر المنزل لو حبيت اقول ايوة هقول yes he did بنجاوب نقول yes او نو نجيب yes اهو وبعدين نحط القمة دي بعدها وبنعكس اول كلمتين يعني الكلمة التانية هتبقى هي الاولى شايفين التانية بدأنا بيها الاول وبعدين الاولى بقت هي التانية بدل ما هي في السؤال اسمها did he في الاجابة بقى اسمها he did يبقى السؤال لما نجاوب عليه باجابة مختصرة في yes او نو نقول yes او نو ونعكس اول كلمتين yes he did ولما نجيب no نقول no he didn't جبنا did وضفنا لها علامة النفي اللي هي an apostrophe t جبناها ليه عشان جاوبنا بno يبقى ناخد بالنا من اجابة السؤال اللي بدأ بالdid هجاوب كده yes او نو ونعكس اول كلمتين yes he did or no he didn't مثال كمان لما اقول لك did you leave the house هل انت غادرت المنزل اوه طيب انت بقى هنا بتسألني عن نفسي لما اجي اجاوب هقول yes ايه هقول yes i did ليه عشان انت بتسألني عن نفسي بتقول لي انت you لما اجي اجاوب هقولك ايوة انا غادرت انا يعني ايه i يبقى يو في السؤال بتتحول في الاجابة ل i لو كان you اقصد بيها انت لاننا عارفين طبعا ان you بتيجي بمعنى انت او انتم يبقى لو معناها انت هنحولها ال i يبقى did you تحولت لايه هنا في الاجابة yes i did ولما نقول no هنقول no i didn't ناخد مثال كمان لما اجي اسألك ماذا فعلت بالامس سؤال بقى عادي سؤال عادي مش yes no question لا سؤال بنسميه WH question يعني سؤال بكلمة استفهام ما او ماذا اسمها what بدأنا بكلمة الاستفهام المناسبة بعدها نجيب نفس التركيبة اللي خدناها من شوية اللي هي فعل مساعد اللي هو did في النسبة للماضي بعدها الفاعل وبعدها الفاعل في المصدر يبقى كل اللي حصل هنا ايه اننا زودنا في الاول اداة الاستفهام تمام كده معايا يبقى ما نكون سؤال بدأ بكلمة استفهام نبدأ بكلمة الاستفهام بعدين did والفاعل والفاعل في المصدر did والفاعل والفاعل في المصدر what did you do yesterday ماذا فعلت بالامس ماذا انا what والفاعل المساعد did وبسألك انت فاستخدمنا you وبعدين الفاعل في المصدر اللي هي كلمة يفعل يفعل يعني do يبقى دو هنا فاعلة اصلي معناها يفعل what did you do yesterday عملت ايه بالامس هتقول لي مثلا زي ما احنا شايفين اصدقاء انا هنا عملوا ايه دي نضفوا المنزل هتقول لي انا نضفت المنزل اتفقنا you لو معناها انت بنحولها ل I فهقول كده I cleaned the house جبنا في الاجابة فاعل ماضي بسيط طب جبناها في الماضي ليه عشان السؤال في الماضي هو كمان تعرفنا ازاي ان السؤال في الماضي عشان عندنا فعل مساعد did وكمان عندنا كلمة yesterday يبقى ما يكون عندي did في السؤال واجي اجاوب عليه لازم الفعل بتاعي يبقى في زمن ايه الماضي البسيط عشان كده هده قلنا I cleaned the house نضفت المنزل طيب لو you دي معناها انتم لو انا بسأل جروب دول كلهم مجموعة دي كلها بقول لهم عملت ايه مبارح فيقول لي ايه احنا نظفنا احنا نحن نحن يعني we يبقى you لو كانت معناها انتم هنحول ها في الاجابة we وقلنا برضو نجيب الفعل في الماضي فقلنا we cleaned the house نحن نظفنا المنزل يبقى ناخد بالنا ما نكون سؤال في المساعد did نجي نجاوب عليه لازم الفعل يبقى في الماضي البسيط وفي الاجابة لما جا يجاوب على السؤال ده ببدأ بالفاعل دايما نبدأ جملتي بالفاعل الفاعل يعني اسمه اوضمير تشوف عندنا كمان هنا لما اجي اسأل مثال تاني اين اين يعني ايه هقول وبعدين did والفاعل والفاعل في المصدر did فاعل فاعل في المصدر تمام عدد الاستفهام بعدها did فاعل فاعل في المصدر اين زهب في عطلة نهاية الاسبوع الماضي راح فين الاسبوع اللي فات في الاجازة يقضي اجازته نيجي نجاوب مثلا نبص هنا شفنا راح فين هنا ايوه ده تمام أي جملة هبدأها في اللغة الانجليزية بتبدأ بالفاعل فين هو الفاعل اه الفاعل هنا اه اجيب كلمة he فنبدأ به وبعدين نقول هو ذهب لحاضقة الحيوانات ذهب يعني went he went to the zoo طب went دي جبناها ليه في الماضي عشان اصلا عندي فعل مساعد did طالما الفعل المساعد في السؤال did لازم الاجابة تبقى في الماضي البسيط وانا عايز اقول هو ذهب فهجيب ذهب في الماضي اسمها went اللي هي اصلا كانت هنا اسمها go يبقى انا هنا الفعل ده لما احول ه في الاجابة هحول للماضي منه يبقى اسمها he went to the zoo هو ذهب لحضيقة الحيوانات نروح مع بعض دلوقتي على نختبر معلوماتنا ونشوف فهمنا ايه النهاردة ونعرف نجاوب على الاسئلة دي ازاي كمان ما تنسوش بعد ما الفيديو يخلص ان شاء الله تفتحوا صندوق الوصف وتجاوب على الاختبار الالكتروني هيبقى في اسئلة اكتر وتدريبات اكتر اول مثال هنا عايز ان نختار اجابة من الاجابات دي اقول اي جود في حاجة اسمها جود ولا اي جون ولا اي وانت انا ذهبت ذهبت في الماضي بحكي حاجة عملتها في الماضي حاجة عملتها وخلص مين في دول ماضي بسيط مين فاكر تصريف تاني من دول ايوه برافو هو الفرب وانت وانت هي الوحيدة فيهم الماضي بسيط اللي يتصريف التاني من الفرب يعني يذهب نروح ده سؤال واخدين بنا اخره ده سؤال سؤال في الماضي البسيط ليه عرفنا الماضي بسيط عشان كلمة last night الليلة الماضية الليلة الماضية وكمان الفرب visit هنا فعل في المصدر نشوف بقى مين اللي بينجيبها من دول في الماضي البسيط عشان last نكون سؤال في الماضي البسيط بنبدأ السؤال بكلمة ايه من فاكر ايوه تمام هي طبعا did يلا نروح على السؤال البعدي برضو عندنا هنا كلمة last weekend العطلة الماضية طيب بنجيب didn't واخدين بنا ان عندنا هنا didn't يعني جملة منفية بعد didn't شكل الفعل بيبقى ايه فاكرين في النهجاتف بنجيب didn't وبعدها ايوه برافو infinitive يعني الفعل في المصدر انا واحدة في دول هي infinitive yes very good هي كلمة work infinitive يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات نشوف كمان هودا ان هبا last month meeting خدين بنا من كلمة last هل هودا وهبا حضروا كانوا موجودين في اجتماع الشهر الماضي last يبقى ماضي بسيط طيب هودا اند هبا at at يعني في at دي ما هيش فعل مالدي ايه preposition يعني حرف جر طيب الجملة هنا ما فيهاش فعل في المصدر هو ده سؤال مفروض ان احنا متعودين في الماضي البسيط بنجيب ايه في اول السؤال مفروض كنا بنجيب did في اول السؤال بس في حالة ايه لو كان did بعدها فعل في المصدر فيه هنا فعل في المصدر مفيش في بقية الجملة فعل في المصدر لم يكون مفيش فعل في المصدر اعرف ان الفعل النقص عندي ده هو verb to be verb to be was aware طيب هدا and heba دول مفرد ولا جمع دول اتنين يبقوا plural جمع في الجمع يبقى شكل verb to be ايه في plural was or where مين فاكر ايوة تمام bravo where verb to be في الجمع where يبقى where هدا and heba at last month meeting يكون كمان مثال sorry i hear you at the door اسف انا ما سمعتكش وانت بتخبط على الباب الجملة هنا منفية بنشش في الماضي البسيط بنش بكلمة ايه مين فاكر ايوة تمام bravo هي كلمة واحدة اللي هي didn't بتيجي مع كل الضمائر ومع المفرد والجمع sorry i didn't hear you at the door well done احسنتم اتمنى نكون فهمنا درس النهاردة thank you تابعوني نكمل باقي السلسلة ان شاء الله وما تنسوش تفتحوا صندوق الوصف وتشوفوا الاختبار الالكتروني وتشوفوا كمان الفيديوهات اللي فاتت كل روابط هاسبها لكم بإذن الله في صندوق الوصف وكمان للاستفسار عن اي حاجة هاسب لكم كل الروابط الفيس ويوتيوب وتواتر وكمان كنت تليغرام thank you goodbye